اشتركوا في القناة ولد راقراجي يكافئ لبؤات الأطلس بسر خاص لتألق في كأس العالم للسيدات والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بعد رميه قننة ماء على مشجعة مغربية النشطة يطالبون الكاف بمعاقبة اللاعب المصري مصطفى السعد ويعلقون يجب أن يتعلم التربية والروح الرياضية تدول النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اعتداء لاعب المنتخب المصري الأولمبي مصطفى السعد على مشجعة مغربية في المدرجات خلال نهاي كأس أمم إفريقية تحت 23 سنة المغرب 2023 وتفعل النشطة مع إقدام اللاعب المصري على رميه قننة ماء صوب المدرجات في اتجاه مشجعة مغربية كانت تحتفل بتتويج المنتخب المغربي وهو ما أتر غضب المغرب وفي هذا الصدد جاء في تغريدة للنشطة مغاربة بخصوص الموضوع اللاعب يجب أن يتعلم التربية والروح الرياضية قبل الرياضة فبعد كل فشل للأندية والمنتخبات المصرية نتفاجأ بسلوكيات غير رياضية من اللاعبين المصريين والأطقم التي تديرها وفي تغريدة ثانية قال صاحبها في مشهد قدير ومحيب مصطفى السعد لاعب الأهل المصري الشاب قام برمي شيء على أحد مشجعات منتخب المغرب بعد خسارة نهائية شيء بعيد تماما عن الروح الرياضية وشيء مسيء لمصر والمصريين قبل الإساءة للرياضة وطالب مجموعة من المغرب بتدخل الكاف من أجل معاقبة اللاعب المصري على تصرفه البعيد عن الروح الرياضية وكذا إعادة الاعتبار إلى الجمهور المغربية وقال أحد النشطاء ممكن أن نتفهم الحزن والحصر على الخسارة وضيع لقب في آخر المشوار لكن قلة الأدب وانعدم الرجول والتعدي على النساء هو أمر غير مقبول ويستوجب الرد الحازم الزاجر لهكذا سلوكات من طرف أشبه الرجال كما هو الحال مع لاعب منتخب مصر الأولمبي رقم 18 مصطفى سعد عجل كيليان بابي يهزو العالم بتصريح تاريخي عن المنتخب المغربي بشكل مفاجئ أشهد النجم الفرنسي كيليان بابي بالمستوية التي قدمها المنتخب المغربي في نهاية كأس العالم قطر 2022 في الوقت الذي لم يخفي فيه رغبته في إحراز أصول الأطلس للمونديان مستقبلا كممثل لأفريقيا متحدثا في ذات السياق عن علاقة الصداقة التي تجمعه باللاعب أشرف حكيمية وقال مبابي مهاجم باريسان جرمان والمنتخب الفرنسي في تصريح لقناة NCA أتمنى أن يتوج المنتخب المغربي بكأس العالم وأن يحقق منتخب إفريقي ذلك ولكن ليس قريبا لأنني أرغب في الفوز بالمونديان مرة أخرى وأضف المنتخب المغربي قدم أداء رائعا لقد تغلب على منافس كبار مثل إسبانيا وبلجيكا والبرتغال إنه منافس عظيم لكن لحسن الحظ انتصرنا عليهم واختس من بابي حديث عن علاقته بصديقه المغربي أشرف حكيمي بقولها إنه صديقي لقد أتيحت لي الفرصة لمواجهته في نصف نهائي كأس العالم لحسن الحظ فوزنا لكنني أتمنى له كل التوفيق وكان المنتخب المغربي والفرنسي قد تواجه في نصف نهائي المونديان الأخير بقطار وقد آلت المقابلة لصالح الديوك بهدفين نظيفين وليد راقراجي يوكافي أولابو آت الأطلس بسيرين خاص للتألق في كأس العالم للسيدات عقد الشماع بين وليد راقراجي مدرب المنتخب الوطني ولاعبات المنتخب الوطني للسيدات في مركز محمد السادس بارباط قبل سفرهن إلى النمسا للمشاركة في كأس العالم للسيدات المقرر في الفترة ما بين العشرين من يوليوز والعشرين من غشة الحالية وتم تشجيع اللاعبات ودعمهن من قبل المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة بدون خوف ووفقا لموقع العربي الجديد طلب وليد راقراجي من اللاعبات أن لا يبالغن في احترام منافساتهن على الملعب أكثر من اللازم وأن يتصدرن المباريات بروح المنافسة بغض النظر عن قوات المنتخبات الذين يرتدين قمسها كما طلب منهن التركيز على نيقط قوتهن وخوض كل مباراة وكأنها حسمة وتؤثر على تأهولهن إلى الدور الثانية وأشارت المصادر إلى أن المدرب الوطني سيجتمع مرة أخرى مع اللاعبات في أستراليا قبل بدء كأس العالم بهدف مواصلة دعمه لهن بتنصيق تام مع المدرب رينالد بيدروس على أمل الوصول بالمنتخب إلى مراحل متقدمة في هذه البطولة العالمية ويذكر أن المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم للسيدات التي ستقم في الفترة ما بين العشرين من يوليوز والعشرين من غوشت وسيواجه فيها ألمانيا، كوريا الجنوبية وكولومبيا مونشستر يونايتد في مفاوضات لضم سفيان أمرابط وأكد كبار أوروبا يبشر الاهتمام بالمغربية بعد توضع النجم المغربي سفيان أمرابط ومستقبله القريب موضوعا متيرا لاهتمام الإعلام الأوروبي والمتابعين للعب بعد تألقه المتير للإعجاب في الموسم المنصرم وذكرت شبكة سكايسبورت الألمانية أن مونشستر يونايتد يبقى الفريق الأكثر حركية لضم أمرابط وذلك بمباشرته مفاوضات التعاقد مع متوسط الميدان المغربية وتبعت أن المفاوضات غير متقدمة في الفترة الحالية إلا أنها موجودة وانتقل أمرابط إلى مونشستر يونايتد يبقى ممكنا وأشرت الشبكة ذاتها إلى أن باير ميونيخ الألماني باشر اهتمامه بالسفيان مربط ويتب وضعه مضيفة بإمكانية إقدام البافاري على تحركات لجس النبض قبل القيام بأي خطوة رسمية أملح على ردار فريق إسباني عريق كشفت تقارير صافية إسبانية اليوم الأحد أن فريق فالنسيا الإسباني يراقب عن كتب غضية الدولية المغربي سليم أملح لاعب فريق ريال بلد الوالدة الإسبانية النازل حديثا للقسم الثاني من منافسات الدورية الإسبانية وفقا لموقع ريفو الإسباني فإن أملح بات قاربا من الانتقال إلى الصف في فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث سينتقل اللاعب إلى الصف في فالنسيا على سبيل الإعارة بعد توصلك للأطراف الاتفاق مبدئيا لإتمام الصفقة وأوضح مصدر ذاته أن العقد الذي يجمع سليم أملح بفريقه الحالي بلد الوالدة يضم في بنوده إمكانية مغادرة النادي في حال هبوط هذا الأخير إلى الدرجة الثانية وهو ما جعله قريبا من الانتقال إلى النادي فالنسيا وانتقل اللاعب المغربي سليم أملح إلى الصف في ريال بلد الوالدة الإسبانية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي الساندر دولياجة البلجيكية بعقد يمتد إلى غاية يونيو 2027